الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى لكم الخير والرباح اللي تبغيني أنا تنضيه إذن عدنا فائدة لطرد العوارد من جميع الحويج اللي يدارين لك في الجسد إحنا دابولينا معرضين للحسد والعين والسحر ما كينش هذا اللي متى تصابش في هالدنيا إلا ما تصابتيش بالحسد غادي تصابي بالعين أو السحر إلا ما كنش السحر عندك شي إنسان تيصابك بالسحر لابد أنك يتقدري تلقاي في الزنقة في خارج المنزل وتقدري تصاب تقدري تدخلي الدكان والدكان مرشوش فيه سحر تقدري أنك تصابي إذن أو أماكن ناجسة تقدري تدوزي منهم وما تعرفهمش أنك تقدري تصابي بالسحر ولكن اليوم عندي فائدة فائدة قوية جدا تتعالج جميع الأمراض الروحية والسحر والعين والحسد إذن قاوا معي إن شاء الله والوصفة رائعة وأكتر من رائعة بغيتوا تتخلصوا من الحسد والعين والسحر أو أمراض روحية عندي أمراض روحية شنية أمراض روحية هي أنني مصابة بالخوف أو مصابة مثل قدرش نعس في الضلام أو أنني تنخاف من العلو أو من أي حاجة تنخاف منها كيني الناس اللي تخافوا من ركوب السيارة علاش لله بغيت نعالج نفسي وبغيت نكون إيجابية إن شاء الله ونحيد علي العوارض اللي أصلهم مص كل شيء أصلهم مص إذن أحبابي تبعوا معايا وأنا أخدم معكم إن شاء الله بما يرضي الله أخدم معكم بما يرضي الله بالقرآن الكريم ونحاول أنني نعطيكم هذك الشي اللي عندي واللي تعالجت بي أنا والحمد لله غادي تكونوا مزيانين إذن غادي نحضروا الملحة الخاشنة أنا اليوم صورت لكم ثلاث كؤوس ولكن خاصنا سبع كؤوس سبع كؤوس سبع كؤوس من الملح غادي نقرأوا مباشرة على الملح غادي نقرأوا مباشرة على الملح إذن إحنا متافقين غادي ناخدوا واحد كمية كيلوة الملحة غادي نقسمه على على سبع كؤوس ولكن قبل ما نقسمهم على سبع كؤوس غادي نفرغهم في وعاء ونقرأ عليهم هذه القراءة القراءة اللي غادي إن شاء الله تردليها العوارد نقدر هذه السبع كؤوس اللي غادي نحضر نقدر نديرهم طيلة شهر رمضان نقرأ مرة واحدة على الملح ولكن غادي نقسمها إلى سبع أقسام نقدر ندير نهارية ونهار الله أو ندير كل أسبوع اللي باقي في رمضان ندير ثلاث مرات أو جوج مرات أو مرة واحدة إذن إحنا متابقين هنايا في هذه النقطة غادي نفرغ الملحة في وعاء وغادي نقرأ لهذه القراءة إن شاء الله أول حاجة فائدة قوية لطرد العوارد إن كان سحر أو كان كان حسد شديد وإن كان سحر وإن كان تعين العين تضر والسحر تضر والحسد تضر إذن باش غادي تحصن راسك على الأقل في هذا رمضان غصل غير بالماء والملح ولكن القراءة تكون قوية جداً إذن غادي نعطيكم قراءة اللي غادي تعتمدوا عليها غادي إن شاء الله تحاولي أنك المكان اللي غادي تقرأ فيه ترشي الملح المكان اللي غادي تقرأ فيه ترشي الملح هذه الملح تقرأ عليها ثلاث مرات آية الكرسي وتقرأ باش أنك تشرعي في القراءة تشرعي في القراءة اللي غادي تقرأ بدون أن الشياطين بعد الأحيان تتكون يتقرأ الشياطين يعطوك طاقة النعاس طاقة البكاء طاقة ترشي المكان اللي انتي فيه الملح لأنك غادي تحتاجها ترشي المكان اللي انتي فيه وتبدأ في القراءة اللي غادي تقرأ إن شاء الله بحول الله وقوتي إذن الملحة هذي تقرأ عليها سبع مرات أو ثلاثة وترشيها في المكان اللي غادي تجلسي فيه غادي تقرأ هذه القراءة ولكن قبل ما تبدأي أتكوني نظيفة وعلى طهارة أتصلي على الحبيب مئة مرة وتستغفري مئة مرة وتدري ركعتين لاستخارة الأمر بغيتي تقدري تردي العوارد في سبع أيام سبحان الله يقدروا العوارد يمشيوا بحالهم وما يبقاوش عندك حتى حاجة بحال أمشيتي عن ضراقي ورقيت راسك مدة سبع أيام أول حاجة غادي نبدأ به هي الفاتحة سبع مرات هذي الملحة غادي تقسمها غادي تخويا فوعا قبل ما تقسمها تدري رفوعا وتقرأ عليها ولكن هذي الملح غادي ترشيها في المكان اللي انتي فيه غادي تقرأي هذي القراءة أول حاجة غادي تقرأي الفاتحة سبع مرات غادي تقرأي آية الإبطال سبع مرات آية الإبطال غادي نخليهم لكم مكتوبين غادي نقرأ صور تياسين وصور تصافات ثلاث مرات ثلاث مرات صور تياسين ثلاث مرات وصور تصافات ثلاث مرات إلا ما قدرتوش تقرأوا صور تياسين ثلاث مرات تقرأوها غير مرة واحدة وصور تصافات مرة واحدة إذن إحنا ملزمين أننا نقرأ ثلاث مرات والصافات نقرأها ثلاث مرات ولكن لما كانت عندي الجود واش نقرأها ثلاث مرات ثلاث مرات سنقرأها غير مرة وحدة سورة ياسين مرة وحدة والصافات مرة وحدة سورة الإخلاص ثلاث مرات سورة الفلق ثلاث مرات سورة الناس ثلاث مرات آية الكرسي 21 مرة آية الكرسي 21 مرة صورة الإخلاص 3 مرات صورة الفرق 3 مرات صورة الناس 3 مرات آية الكرسي 21 مرة خذكم تعرفوا آية الكرسي بوحدها حارقة جدا للجن والشياطين والعوارد إذن آية الكرسي هي بوحدها قادية على الجن قادية على العوارد اللي عندكم تبطل السحر آية الكرسي من أروع الآيات اللي تتبطل السحر. إذن غادي ناخد الآيات الإبطال اللي غادي نقرأه إن شاء الله بحول الله وقواته غادي نكتبهم لكم في آخر الفيديو. حاولوا أنكم تكملوا الفيديو باش أنني إن شاء الله تقرأوها كل واحد بصيغته إن شاء الله. لأن الوقت تيطوال وانا في نفس الوقت خاصني نعطيكم المعلومة كاملة. إذن أول حاجة أول حاجة غادي تقسم الملحة في سبع كؤوس. أنا على التصوير حطيت ثلاثة. غادي تأخذ الكأس اللي أول من غادي تقرأ عليهم وتنفد. ديريك في الملحة تقرأ وتنفد في الملحة وتتقلب تتقلب في الملحة وانت تقرأ خاصتك تعرف من مرة العيشة تبدأ تقرأ أو انت أو راجل أو امرأ من مرة العيشة تصلي وتبدأ تقرأ وتنفد على الملحة الجسد ديالي. إذن عندي سبع كؤوس غادي إن شاء الله كل يوم غادي ناخد كأس. ولكن قدر ندير أيام متفرقة بنية إبطال نحاول ناخد ونغطي هذوك الكؤوس ونوضعهم في أماكن في أماكن اللي نحافظ عليهم نغطيهم بابيا لي من يوم كل نهار كل نهار نجبد واحد بغيت ندير نهارية ونهار لا ندير بغيت نتابعهم مدة أسبوع نديرهم ولكن الماء نخرجه إلى مكان عاشي نسقي به الزهر أو نسقي به نسقي به شجرة أو غرس في أي مكان مهم من نحافظ على ذلك الماء في قراءة قوية في نمس الوقت تتسحبي السحر والعين والتابعة والأمراض الروحية أمراض الروحية هي المرض والتوابع اللي عندكم معرفة شنو عيتي ما تقرأي ولكن بدون جدوى إذن أحبابي تنتظرنا أنكم تكونوا بخير وعلى خير تنتظرنا أنكم تدعموا القناة وتعلوا الجرس اللي ما فهمش حاجي خليك تعليق غد جوبك إن شاء الله بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا